اول حاجة اللي تي لحظة الجامع ولي تشتاكي منها ابا وامهات التلاميذ هي غياب علامة التشوير غياب مخفضة سرعة غياب جميع جميع الوسائل اللي تدل على ان هناك مؤسسة علمية مما يؤدي او يشكل خطورة على التلاميذ والدليل هو انه حسب العلم ديالي السنة الماضية راح وقعوا ربعات الحوادث خطيرة للتلاميذ التلاميذ تعرضوا ربعات الحوادث خطيرة هنايا الخطأ راح ربما مش في السائقين ولا الخطأ ربما في الولوجيات وغياب الاشارات ديال المرور وغياب علامة التشوير اللي كدل على ان هناك مؤسسة تعليمية اولوها مخفضة سرعة الى لحتي انه فاش كان ندخلوه من شارع السعديين احنا جايين من شارع السعديين كان بدأوا بواحد المؤسسة اللي هي اه بنورة واحة هذيك المؤسسة ديال بنورة واحة تتجي جاية مباشرة على الشارع ولكن ما كينتشي علامة تشي مخفض ديال السرعة حتى شي حاجة اللي تدل على ان هناك مؤسسة تعليمية مع العلم انه عدد كبير من التلاميذ اللي تدرسوا فيها تندزوا اللي هناك القوم دراسة ديال الطائف نسبيا كين واحد مخفضة السرعة ولكن غير كافي لانه كين من جهة وحدة راه ما كافيش ما كينش تحديد السرعة لمسموح بها امام المؤسسات التعليمية فاش تنجيو لنا الهات الشارع اللي هو ملتقى الطرق كين جوج مؤسسة تعليمية كين صالح الدين الايوبي واعداديات البساتين جوج الاعداديات ملاصقين وبالتالي الاكتضاد اللي تيكون ديال التلاميذ وذلك التدافع ديال التلاميذ ما تسمح ليهم بالرؤية فاش تتلقى مؤسسة فيها سبعم مؤسسات فيهم ما يناهز ألف تلميذ، ألف تلميذ، ألف تلميذ، فاش تخرج في دقة واحدة، أرى ما تبقى وش يشوفوا التلاميذ للشانطين، للسيارات، لا تشي حاجة، من هنا تشكل عليهم خطورة وتعرضات العام اللي فات تلميذ الحاديثة خطيرة، حاديثة خطيرة، لو لا الالطف الالهية لكانت في عيدات المفقودين الآن ناهيكة عن التلاميذ اللي تعرضوا الحوادث كانت حوادث طفيفة يعني مشاوه بش مي ما شتكه ومواله، هذا من جهة، من جهة أخرى كنشوفوا أنه مدن أخرى ولا أماكن أخرى ربما هي داخل المدينة، سمك ناس أبسط الأمور كينادوك اللي تتسمى وبدوك لغارد كور هنا هذاك الحديد، نحن هناك في الشارع، ما كينتشي حازو الشارع أو أمامنا ما كينتشي حازو اللي غدي تحمي ذك التلميذ، ولا غدي تحمي هدك هدك الطيفل وبالتالي تكونوا تلمدادوا كاملين عرضة الخطر أمام هاد الشارع الرئيسي، هذا شارع رئيسي يعني ذاك الديبي ديال طموبيلات اللي كيدوز راه كبير وكبير جداً كيدتي هذا من جهة، من جهة أخرى، الصنة الماضية كمجتمع مدني كفاعلين جمعويين راه تحركنا وتحركنا وشتاكينا وشتاكينا وراسلنا جهات مسؤولة كانت مراسل الجهات مسؤولة اللي منهم كانت تكلم معنا رئيس المجلس السابق وراها كل شي كان باقي مسجل ووعدنا على أنه سيوجد حل في القارب، هذا مرة سنة ولا يوجد أي حل لهذه المشكلة كمجتمع مدني كمجتمع مدني من أجل السلامة للتلاميذ المؤسسات التعليمية؟ كمجتمع مدني كان طالبوا يجب الأمور الضرورية، يعني هذه الأمور ليست مطلب أوتوماتيك ممكن مؤسسات علمية، يجب أن تحدد العلامة التي تشويرها، يجب أن تحدد السرعة، يجب أن تدير مخفضة السرعة، يجب أن تدير الوقاية الحديد، هذه أوتوماتيك متلقائية لدينا المطالب المطالب، يجب أن تدير هذا المطالب، يجب أن تدير الوقات المخفضة السرعة، ويجب أن تدير العلامة التي تشعر أن هناك مؤسسات علمية، تشعر أنك صائق بالانتباه يكون لديه إنتباه كبير أن هناك مؤسسات علمية، وكل بكتلاحظة أن الأمر لا يقتصر على الشريع، ربما يشملتها مناطق أخرى في موقع العائلة صحيح، كما قلت لك، هذه المشكلة غياب علامات التشوير أمام مؤسسات تعليمية تشد من شريع السعوديين إلى خرج هذه البساتين، نحن نقول بأن نورة واحد، زنال الطائف، هنا لدينا البساتين وصلاح التين، فلنمر من هنا مروراً للمدراسة التقدم، ونزيدوا إلى إعداد الزرقتوني مع مدراسة التقدم حتى مدراسة الليمون التي هناك تعاني من هذا الأمر إذا سمح الوقت وكنت توقفوا هذه المسألة، ممكن في أوقات الدرواء، في أوقات الخروج والدخول، تلامت وتشاهده بعض الأباء أنها هي من عصمة، تفكر أنها قد يدعه، وكيف سيقطعها، وكيف سيقوم بمتدرسة ومشاهده، وكيف سيكون يتعرض له له سبب، وغير من الطريق، ستعاني من هذه المسألة، من بداية مشاريع السعوديين إلى خرجة حياتي مدراسة اشتركوا في القناة